سارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المصطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب أخواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة التمرين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة للتفكير والاستعادة نبدأ التمرين الأول تراين أمام الصدر تمرين تدي بغة اثنين ثلاث أرب اثنين ثلاث أرب اثنين ثلاث أرب اثنين ثلاث قف تراين في الوصف فتح القدمين لف الجذع لليمين أربع عدد ولليسار تمرين مع بعض تمرين ابتدي طبق من الوقوف تمرين أمام جمع أمام تحت نبدأ التمرين مع بعض واحد ني ثلاث أربع أمام جمع أمام تحت واحد ني ثلاث أربع واحد ني ثلاث أربع في نوضع الوقوف ندرنا إلى تابعة الوسط ففي انتقال خطوة إلى اليمين ثم العود للمتصب ثم انتقال خطوة على یaga لعود إلى المتصب الثلاث تبرين يبتد وحد ثلاث أربع ثلاث أربع واحد من الوقوف بطح القدمين انتساع الحوض وضع الضراع اليمنى الوسط والضراع اليسرى فوق الرأس الرافع الضغط اربع عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط اربع عدات جهة اليسار تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة اربع واحد اثنين ثلاثة اربع واحد اثنين ثلاثة اربع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الاول الابتدائي اهلا وسهلا بكم في مادة لغتي ذكروني احبابي باخر حرف درسناه احسنتم تذكروا ايضا مع صورة الدرس ارنب احسنتم اذا حرفنا الاخير حرف ا ارنب احسنتم وهو اول حرف من الوحدة ايضا ذكروني الوحدة الثالثة ما اسمها الوحدة الثالثة مدينتي لازلنا وعياكم ايضا في هذا الحرف في هذا الحرف اليوم باذن الله سبحانه وتعالى نأخذ المكون الرابع وايضا المكون الخامس المكون الرابع الخاص بتجريد الحرف وايضا سنأخذ في هذا الدرس المكون الخامس الخاص بنطق الحرف بحركاته باصواته القصيرة واصواته الطويلة اخذنا وإياكم في حصص سابقة هذا الحرف شاهدناه كثيرا في بعض من الجمل في النص وايضا في بعض من الكلمات لوننا هذا الحرف في المكون الاول نشاهد سريعا المكون الاول ولوننا هذا الحرف باللون الاحمر ولا متأكد من الجميع انه اكمل تلوين هذا الحرف ثم اخذنا وشاهدنا هذه الصور في المكون الثاني مكون الاحظ الصور واتحدثنا ايضا عن هذه الصور وتعرفنا على هذا الولد وقلنا اسمه احسنتم ابراهيم شاهدنا هذه الصور في مدينة ابراهيم ومن ايضا يذكرنا بمدينة ابراهيم احسنتم جدة كما قرأنا في النص كما علمنا ابراهيم فقال ابراهيم شاهدوا معي انا ابراهيم وايضا هذا المكون اخذناه بالامس لكن اليوم اريدكم ان تشاهدوا كلمات ايضا ملونة سريعا وشاهدوا الحرف الملون الاحمر حرفنا الجديد الاحمر فيقول هذا الولد انا ابراهيم اعيش في مدينة جدة وايضا يقول السماء صافية والشاطئ جميل والامواج عالية انا احب مدينتي هذا النص قرأناه اياكم في الحصة السابقة وايضا طلبت منكم ان تقرأوا هذا النص كثيرا مع من يقوم بتدريسكم في البيت وتستمتعوا ايضا وتتعرفون ايضا على هذه المدينة الجميلة من مدن بلادي ايضا قرأنا في هذا المكون بعضا من الكلمات هذه الكلمة ركزوا في هذه الكلمة ركزوا جيدا والكلمة الثانية ايضا والكلمة الثانية ايضا سنقرأها بعد قليل ايضا في المكون الرابع اجرد الحرف وايضا الكلمة الثالثة من يقرأ الكلمة الثالثة نقرأوا اياكم الكلمة الثالثة ذكروني احسنتم اعيش والكلمة الرابعة امواج والكلمة الاخيرة احب ركزوا معي هنا في هذه الكلمات الكلمة الاولى الكلمة الاولى انا الكلمة الثانية ركزوا وخاصة في الحرف الاحمر الكلمة الثانية ابراهيم الكلمة الاخيرة ركزوا معي هنا احبوا ركزوا في الحرف الاحمر احبوا ننتقل وياكم الان الى المكون الخاص بدرسنا هذا اليوم وهو المكون الرابع اقرأ الكلمات ثم اجرد الحرف اقرأ الكلمات ثم اجرد الحرف في هذا المكون لدينا ثلاث كلمات ونركز على الحرف الجديد حرفنا الاحمر حرف ا احسنتم حرف ا طيب الان اريد منكم ان تركزوا معي هنا قليلا ركزوا معي هنا قليلا سوف اكتب الكلمة الاولى ونركز على حرفنا الجديد ثم نرجع وياكم سويا على الشاشة وعلى الكتاب اريد منكم ان تنطقوا هذا الحرف هذا الحرف ا وهذا الحرف كما تعلمتم في السابق هذا الحرف هذا الحرف هذا الحرف ن ن ايضا يحتاج الى حركة الفتحة ن وايضا يحتاج عندنا في هذه الكلمة الى حرف مد والحرف المد المناسب له حرف الالف هذه الكلمة كما ترون ا ن انا اريد ان اجرد الحرف الجديد حرفنا حرف ا كيف اجرد اي استخرج استخرج الحرف اين حرفنا حرفنا الجديد اين هو احسنتم هذا هو الحرف الجديد اين هو في اول الكلمة وبأي حركة بحركة الفتح وايضا سننطق هذا الحرف في المكون الخامس ننطقه جيدا نريد ان نقرأ هذه الكلمة اذا هنا الحرفنا الجديد ا مرة اخرى حرفنا الجديد هذا هو ا والحرف الذي بعده ن بحصوت طويل ن الآن نقرأ الكلمة ا ن انا احسنتم نشاهد هذه الكلمة على الشاشة وايضا في الكتاب معكم اول كلمة شاهدوا معي انطق هذه الكلمة ثم انطقوا بعدي هذه الكلمة اقرأوا انا احسنتم حرفنا الجديد اين هو شاهدوا في اول الكلمة ننطق الكلمة مرة اخرى انا انا ما اول صوت نطقناه ا احسنتم ا انا احسنتم اذا نطقنا الحرف الاول بحركة الفتحة ا انا كما تشاهدون انطقوا ايضا هذه الكلمة شاهدوا الكلمة وانطقوا شاهدوا بتركيز انطقوا ايضا مرة اخرى احسنتم وبارك الله فيكم ننتقل الى الكلمة الثانية الكلمة الثانية شاهدوها معي اولا هنا ثم نرجع الى لعبة التركيب شاهدوا الكلمة الثانية الحرف الاول نتساعدوا اياكم الحرف الاول ا انتم انطقوا الحرف الثاني اقصد هذه الكلمة اقصد هذه الكلمة ركزوا معي هنا انطق هذا الحرف ا الحرف الاحمر انتم انطقوا الحرف الثاني درسنا هذا الحرف احسنتم حي حي وايضا الحرف الثالث انطقوا بو احسنتم اذا نقرأ الكلمة سويا ا حي بو مرة اخرى ا حي بو نقرأ الكلمة احب احب اقرأوا احسنتم مرة اخرى احب احسنتم اين حرفنا الجديد اين هو احسنتم في اول الكلمة باي حركة كتب احسنتم بحركة الضم احب ا احسنتم مبارك الله فيكم كما نشاهد هنا ا ا ا احب شاهدوا جيدا احسنتم مبارك الله فيكم نرجع الى هذه الكلمات هذه الكلمة في هذه الاحرف اول حرف اول حرف هو هذا الحرف وايضا ثم يلي الحرف ثم يلي هذا الحرف حرف الح ثم يلي هذا الحرف حرف ماذا حرف الب احب احب لاحظوا الحرف الاول حرفنا الجديد حرفنا الجديد هنا لا يمسك بالحروف شاهدوا جيدا لا يمسك بالحروف وايضا في الكلمة الاولى ايضا في الكلمة الاولى لا يمسك بالحروف مثل حرف ماذا احسنتم مثل حرف الرا ومثل حرف الدا ايضا لاحظوا هذه الكلمة لاحظوا هذا الحرف لا يمسك بالحروف شاهدوا ايضا شاهدوا هذا الحرف في هذه الكلمات الكلمة الاولى والكلمة الثانية شاهدوا مرة اخرى وهذا الكلام سنتعرف عليه كثيرا في كيفية كتابة هذا الحرف اي في المكون السادس باذن الله سبحانه وتعالى الكلمة الثالثة شاهدوا معي نقرأ سويا ركزوا في هذه الكلمة ركزوا الحرف الاول الحرف الاول هو حرفنا الجديد اي حرفنا الاول اي والحرف الثاني احسنتم حرف البال لكن ساكنا فننطقه فنقول اي اب ابراهيم ابراهيم احسنتم والحرف الاول كما نشاهد كتب بهذه الطريقة وننطقه وننطقه اي وننطقه اي ما رأيكم ان نكتب هذه الكلمة ايضا وركزوا معي ركزوا معي جيدا في هذه الكلمة ركزوا هذا الحرف الاول لكن بهذه الطريقة وبأي حركة حركة الكسر اذا هذه الحركة نكتبها في الاسفل يلي هذه الحركة يلي هذا الحرف حرف الب اب اب وبأي حركة بحركة السكون اب انطقوا هذا المقطع هذا نسميه مقطع ساكن اب ثم ماذا ابرا ابرا وايضا حرف الالف حرف المد الالف يحتاج هذا حرف الرا حرف المد الالف را حرف المد الالف وايضا الرا يحتاج الى الى الفتحة ابرا نكمل ابرا هيم هذا الحرف هذا الحرف سنأخذه في قادم الايام باذن الله سبحانه وتعالى ابرا هيم هنا حرف ايضا يحتاج الى صوت طويل ثم حرف الم في آخر الكلمة متصل ابرا هيم شاهدوا معي هذه الكلمة وركزوا في الحرف الاول سنجرد هذا الحرف سنجرد حرفنا الجديد من هذه الكلمة اي نستخرج نستخرج حرفنا الجديد من هذه الكلمة ابرا اين حرفنا الجديد احسنتم في اول الكلمة باي حركة كتب بحركة الكسر كما شاهدنا وإياكم في الكتاب وايضا في الشاشة امامكم اذا حرفنا الجديد اين هو هذا هو حرفنا الجديد بحركة الكسر ابراهيم ابراهيم ووقع في اول الكلمة احسنتم وشكرا لكم الان ننتقل وإياكم احباب الطلاب والطالبات الى المكون الخامس المكون الخامس وهو خاص بنطق الحرف نميز فيه بين الصوت الطويل والصوت القصير اذا المكون الخامس ويقول اميز بين الصوت القصير والصوت الطويل الصوت الطويل ما هو احسنتم المد الصوت الطويل المد حرفنا لهذا اليوم شاهدوا معي ننطق ا ننطق هو ا كما في كلمة انا كما في كلمة ا انا شاهدنا وياكم كلمة انا قرأنا وياكم كلمة انا كررناها بالحصة السابقة وايضا في هذه الحصة في هذا الدرس ننطق ننطق مرة اخرى هذا الحرف ننطق ننطق مرة اخرى هذا الحرف ا احسنتم ا انا انا الان الصوت الآخر الصوت الطويل الصوت الصوت الطويل ا الصوت الطويل ا مرة اخرى هنا شاهدوا معي هنا هذا الحرف ننطق ه بصوت قصير وصوت طويل الصوت القصير بحركة الفتحة ركزوا جيدا ا ا بالصوت الطويل بهذا الشكل انطق ا ا احسنتم ا مرة اخرى صوت قصير هذا الصوت القصير ا والصوت الطويل ا احسنتم مبارك الله فيكم ما رأيكم ان نكتب كلمة تحوي هذا الحرف بصوت بصوت طويل شاهدوا معي هنا سنكتب كلمة انتم ركزوا معي قليلا هنا ركزوا معي هنا ركزوا احسنتم مقطع الاول مقطع الساكن قر ثم حرفنا الجديد بالصوت الطويل ا قر ا ثم اكمل الكلمة ثم حرفنا حرفنا درسنا في الوحدة الاولى اقرأوا هذه الكلمة قر ا احسنتم قر قر آن قر آن شاهدوا الصوت الطويل الاحمر حرفنا الجديد نطقناه بصوت طويل حرف ا نطقناه بصوت طويل قر آن وايضا حرف الق اخذناه وايضا حرف الر احسنتم وبارك الله فيكم ننتقل وإياكم للصوت الآخر لهذا الحرف اولا اولا هنا او او كما في كلمة كلمة نطقناها في المكون الرابع وايضا في المكون الذي قبله المكون الثالث او احب احب احسنتم كلمة احب شاهدوا انطقوا انطقوا هذا الحرف بحركة الضمة او احسنتم او احب او انطقوا الآن انطقوا بصوت طويل احسنتم او او هنا ايضا هنا ايضا هذا الحرف بصوت قصير او انطقوا او وبصوت طويل او 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 احسنتم كما هو مكتوب عندكم في الكتاب وايضا كما تشاهدونه الآن على الشاشة امامكم او ما رأيكم انتهينا من الاصوات احسنتم اتبقى لنا صوت اخر بحركة ماذا احسنتم بحركة الكسر بحركة الكسر شاهدوا هذا الحرف جيدا شاهدوا جيدا بحركة الكسر كيف انطق هذا الحرف اي مرة اخرى اي كما في كلمة ابراهيم احسنتم اي ابراهيم اي كيف انطقه بصوت طويل ما رأيكم انطقه بصوت قصير الآن فاقول اي بصوت طويل اي احسنتم هنا شاهدوا هنا صوت قصير هنا صوت قصير اي وبصوت طويل احسنتم اي شاهدوا هذه الحركة حركة الكسر وايضا الهمزة نزلت في الاسفل مع الكسرة الهمزة الهمزة في السابق في حرف في الصوت ا الهمزة في صوت ا في الأعلى مع الفتحة وايضا الهمزة الهمزة هنا هنا مرة مرة اخرى اي وايضا نشاهده وننطقه بصوت ايضا طويل كما قرأنا كما قرأنا كما نطقنا وإياكم قبل قليل اذا اذا ننطق ننطق كثيرا هذا الحرف بأصواته كما في الكتاب كما في الكتاب نشكر نشكر لكم استماعكم وحسن عدبكم وفي حصة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نتعلم وإياكم كيف نكتب هذا الحرف الجديد الآن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم مجددا في مادة لغتي في الحصة السابقة اشتركوا في القناة هذا الحرف هذا الحرف بحركاته بحركاته القصيرة وحركاته الطويلة بالفتحة وقلنا 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 كما في كلمة أرنب كما في كلمة أنا بالصوت القصير بالصوت القصير بالصوت القصير وشاهدنا ونطقناه أيضا بالصوت الطويل أحسنتم وأيضا قرأنا ونطقنا الحرف بحركات الكاسر بالصوت القصير قلنا إي وبالصوت الطويل قلنا إي أحسنتم وقلنا لكم سوف نأخذ في الحصة القادمة الكتابة إذن في هذا الدرس سنتعلم وإياكم كيف نكتب هذا الحرف في هذا الدرس سوف نأخذ المكون السادس الخاص بكتابة الحرف قبل أن ندخل في المكون السادس نريد أن نرجع قليلا إلى المكون الثالث وأيضا المكون الرابع لنتعرف سريعا على الحرف ومواضعه في الكلمة أخذنا في الدرس السابق بعضا من الكلمات قرأنا وإياكم بعضا من الكلمات ومنها هذه الكلمة من يقرأ تفضلوا اقرأوا هذه الكلمة التي تشاهدون الآن على الشاشة أحسنتم أنا هذه الكلمة قرأناها في الحصص السابقة لكن أريد منكم التركيز أيضا على الحرف الأحمر وأيضا قراءة الكلمات الكلمة الثانية اقرأوا حاولوا أحسنتم إبراهيم إبراهيم مرة أخرى أحسنتم الكلمة الثالثة هذه الكلمة أعيشوا أحسنتم أ أعيشوا لاحظوا في الحرف الأول كيف نطقنا الكلمة الرابعة هذه الكلمة أمواج أمواج الكلمة الأخيرة أحب أحب مرة أخرى انطقوا اقرأوا الكلمة الأخيرة أحسنتم في المكون الرابع قرأنا الكلمات هذه الكلمات الكلمة الأولى أحسنتم كلمة أنا شهدنا هذا الحرف بحركة الفتحة في أول الكلمة وأيضا قرأنا الكلمة الثانية شاهدوا أحب أحسنتم وأيضا شاهدنا هذا الحرف في أول الكلمة لكن الحركة اختلفت كيف أنطق هذا الحرف أحسنتم وأيضا نشاهدوا إياكم الكلمة الثالثة اقرأوا الكلمة الثالثة إبراهيم أحسنتم إبراهيم لاحظوا إذن نطقنا هذا الحرف شاهدنا هذا الحرف بحركاته الثلاث في هذه الكلمات الثلاث الكلمة الأولى مرة أخرى أحسنتم أنا الكلمة الثانية أحب أحسنتم الكلمة الثالثة إبراهيم أحسنتم أخذنا أيضا في الحصة السابقة هذا الحرف بحركاته القصيرة بالفتحة وأيضا بالصوت الطويل في البداية قلنا أ ثم بالصوت الطويل وقلنا آ وأيضا مع حركة الضم الضمة قلنا أو وبصوت طويل قلنا أحسنتم أو وأيضا بحركة الكسر قلنا أحسنتم إي وبصوت طويل قلنا أحسنتم إي الآن نريد التركيز جيدا في المكون السادس نلاحظ هذا الحرف نلاحظ هذا الحرف ثم نكتب هذا الحرف في البداية كما تعلمنا وإياكم نلاحظه جيدا الشكل الأول والشكل الثاني لاحظوا معي إذن المكون السادس خاص بكتابة الحرف خاص بكتابة هذا الحرف شاهدوا مرة أخرى نشاهد الحرف مرة أخرى على الشاشة وأيضا في الكتاب معكم شاهدوا مرة أخرى ركزوا أحسنتم كم شكلا شاهدنا لهذا الحرف أحسنتم شكلين شاهدنا شاهدنا بهذا الشكل وأيضا شاهدناه بهذا الشكل تذكرون لما أخذنا حرف الداء وحرف الراء وقلنا أن حرف الداء شكلين وحرف الراء له شكلين لماذا؟ لأنه لا يمسك بالحروف التي بعده أيضا حرفنا الجديد هذا حرف الأ لا يمسك بالحروف التي بعده لا يمسك بالحروف التي بعده لكن الحروف التي قبله بعض الحروف تمسك به فقط لكن لكن هو لا يمسك لا يمسك بالحروف التي تأتي بعده أبدا كما في كلمة كما في كلمة أحب كما في كلمة أنا نلاحظ نكتب مثلا كلمة أحب مثلا عندنا هذا الحرف كلمة أحب شاهدوا معي في أول الكلمة حرف أو حرفنا الجديد أو الحرف الثاني أو حي أو حي حرف الح حرف الح نريد حرف الح سيأتي حرف الح في وسط الكلمة ما رأيكم في وسط الكلمة ما رأيكم هل نختار هذا الحرف أبدا لا لماذا لأن حرف آ هنا حرف أو لا يمسك بالحروف إذن نختار أي شكل نختار هذا الشكل هذا الشكل لماذا لأن حرف الألف هنا حرف الهمزة لا يمسك بالحروف نكمل الكلمة أحب طبعا وحرف الب أيضا له أشكال أربعة ووقع هنا في آخر الكلمة لكن حرف الح كما درسنا يمسك بالحرف الذي بعده فتصبح الكلمة هكذا شاهدوا حرف الآن هنا أو شاهدوا لم يمسك بحرف الح هنا الكسرة وأيضا أحب بحركة الضم المشددة أحب أحب إذن هذه هي كلمة أحب كما نشاهد سويا الح مكسورة بحركة الكسر أحب إذن حرف الألف هنا حرف الهمزة لا يمسك لا يمسك بالحروف التي بعده لذلك أصبح له شكلين فقط أصبح له شكلين فقط نراها دائما في أول الكلمة ووسط الكلمة وأيضا آخر الكلمة نرجع مرة أخرى للمكون الخاص بكتابة هذا الحرف نشاهد وإياكم سويا على الشاشة الشكل الأول لهذا الحرف شاهدوا معي هنا هذا هو الشكل الأول وهذا المكان خاص بكتابة هذا الشكل أريد منكم الآن أن تفتحوا الكتاب وتجهزوا القلم أيضا القلم الجميل القلم المبري تفتحوا الكتاب على المكون السادس الخاص بكتابة هذا الحرف المكون السادس أحسنتم شاهدوا لاحظوا جيدا لاحظوا هذا الحرف حرفنا لم ينزل عن السطر لم ينزل عن السطر ارتكز على السطر نركز في الشكل الأول ركزوا في الشكل الأول جيدا ابحثوا عن السهم الموجود في دائرة صغيرة أين هو أحسنتم من الأعلى في الأعلى إلى الأسفل ثم نكتب أيضا الهمزة فوق هذا الحرف جربوا جربوا الآن بأصابعكم جربوا الآن بأصابعكم بهذه الطريقة بهذه الطريقة بأصابعكم مرة أخرى جربوا أحسنتم بارك الله فيكم الآن شاهدوا معي الآن على السبورة كيف نكتب هذا الحرف بهذه الطريقة شاهدوا معي فقط على السطر الأحمر فقط ثم نرجع مرة أخرى نكتب هذه الهمزة مرة أخرى سأكتب هذا الحرف وأريد منكم أيضا التركيز جيدا والملاحظة الجيدة لكتابة هذا الحرف قلنا أن حرف الآن لا ينزل عن السطر الأحمر هنا شاهدوا معي إذن يرتكز على السطر الأحمر بهذه الطريقة ونكتب الهمزة بهذه الطريقة مرة أخرى هنا ثم نكمل البقية الصفحة إلى الأخير الآن أريد منكم كتابة هذا الحرف على اللون الباهت على اللون الرصاصي هنا هذا الشكل الأول هذه الخانة الأولى والثانية خاصة بالشكل الأول الخانة الأولى والثانية خاصة بالشكل الأول أكتبوا أكتبوا على اللون الباهت على اللون الرصاصي أحسنتم لاحظوا جيداً أن هذا الحرف لم ينزل عن السطر الأحمر الآن الآن نجدها نجدها مصطرة بهذا الشكل فنكتب حرفنا الجديد بهذا الشكل على السطر طبعاً ولا ننسى الهمزة في أعلى السطر في أعلى الحرف مرة أخرى كما قلنا نكتب على السطر ثم السطر الآخر نتركه نكتب الهمزة فوق الحرف أحياناً وأحياناً أسفل الحرف أريدكم أن تكتبوا الآن هذا الحرف في الكتاب على السطر الأحمر مرة أخرى اكتبوا حتى ننتقل للشكل الثاني أحسنتم ننتقل وإياكم إلى الشكل الآخر الشكل الثاني هنا الشكل الثاني شاهدوا جيداً الشكل الثاني وأقصد به هذا الشكل شاهدوا شاهدوا جيداً أيضاً في الكتاب شاهدوا جيداً في الكتاب في الكتاب معكم هنا هذا الشكل الثاني أين السهم الموجود به دائرة صغيرة أين هو هذا هو السهم ضعوا أصابعكم الآن نبدأ سوياً بهذه الطريقة ثم نتبع السهم إلى الأعلى من اليمين إلى اليسار ثم إلى الأعلى مرة أخرى مرة أخرى ثم نكتب الهمزة فوق الحرف أحسنتم كونوا معي قليلاً هنا سنكتب هذا الحرف أيضاً بهذه الطريقة شاهدوا معي على السطر الأحمر كما قلنا ثم إلى الأعلى ونضع الهمزة مرة أخرى مرة أخرى إذن لهذا الحرف له شكلين فقط أريدكم تركزوا أيضاً معي هنا في الشاشة نريد أن نكتب سوياً هذا الحرف وقبل أن نكتب هذا الحرف أكتبوا هذا الحرف على اللون الباهت على اللون الباهت على اللون الرصاصي الموجود عندكم أكتبوا بأقلامكم بقلم الرصاص المبري أحسنتم هنا أقصد الكتابة تكون هنا وأيضاً مرة أخرى المحاولة الثانية وأيضاً الخانة الأخرى وأيضاً المحاولة الثانية الآن نريد أن نكتب سوياً نريد أن نكتب سوياً هذا الحرف هنا على السطر الأحمر جهزوا أقلامكم على السطر الأحمر ثم نرتفع ثم نضع الهمزة فوق الحارف بهذه الطريقة مرة أخرى مرة أخرى نكتب الهمزة نكتب الهمزة بهذه الطريقة أكتبوا أنتم مرة أخرى أحسنتم مبارك الله فيكم إذن عرفنا أن لهذا الحرف شكلين فقط عرفنا لهذا الحرف حرف ماذا؟ أحسنتم حرف أ له شكلين فقط هذا الشكل وهذا الشكل شكلين فقط تذكروا معي حرف الدى وحرف الرى التي لا تمسك بالحروف إذن هذا الحرف أيضاً لا يمسك بالحرف الذي بعده شاهدوا معي هنا الهمزة لما قلنا لكم في الحصة السابقة ركزوا جيداً الهمزة قد تكون في أعلى الحرف مع حركة الفتحة ومع حركة الضمة وقد تكون الهمزة في الأسفل مع حركة الكسرة مع حركة الكسر إذن نركز لو مثلاً في الكتابة في الإملة إلا لكم اكتبوا مثلاً حرف إ نكتبه بهذا الشكل وأيضاً في حركة الكسر الهمزة تكون في الأسفل مع صوت إ إذن نطقنا هذا الحرف بحركة الكسر نكتب الهمزة في الأسفل وأيضاً في الكسرة أي هكذا بهذه الطريقة لكن إذا مثلاً نطقنا الحرف أ أو أو نكتب الهمزة أين في الأعلى في أعلى الحرف فوق الحرف أحسنتم مبارك الله فيكم الآن نريد منكم إكمال كتابة هذا التدريب هذا المكون السادس الصفحة كاملة الشكل الأول والشكل الثاني بعد نهاية بعد نهاية هذه الحصة بعد نهاية هذا الدرس أو بعد نهاية يومكم الدراسي راجعوا كثيراً هذا الحرف اقرأوا كثيراً الكلمات التي قرأناها وإياكم سابقاً أحسنتم وبرك الله فيكم وشكراً لكم على حسن استماعكم الآن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم 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 أحسنتم القطن 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 اللي دائما نستخدمه طيب مصدرة نباتي من نبات معين نسميه نبات القطن نسميه نبات القطن هذا شكل نبات القطن يستخلصونه منه ويجمعونه وبعدين يصدرونه لنا فنستورده نحن نستورده يعني نجيبه من النباتات طيب هذه من الأشياء أمثلة أخرى نستوردها من النباتات ممتازين من الأمثلة عندنا زي ما نشوف بالصورة الأوراق الأوراق اللي عندنا مصدرها النبات مصدرها النبات يستخلصونها من الغابات ومن المزارع طيب بعدين يودونها المصانع ومن هناك يحولونها إلى أوراق أيضا عندنا من الأشياء اللي نجيبها من النباتات بعض بعض الأدوية بعض الأدوية طيب بعض الأدوية يستخلصونها من النباتات سواء حبوب أو شراب الله يشاف الجميع يكون مصدرها نبات وفي بعض الحين يكون مصدرها حيوانات إذن هذه من الأشياء اللي إحنا نستفيد منها من النباتات نستوردها من النباتات طيب عندنا أيضا من الأشياء الزيوت الزيوت ممكن ناخذها من ممتازين من النباتات من بعض النباتات نستخلص الزيت مثل نبات الزيتون ناخذ منه زيت طيب يسمى زيت الزيتون هذه اللي نأخذه نحن على بعض المواد الغذائية وبعض الأكلات عندنا نضع عليها زيت زيتون زيت الزيتون هذا جاي من النباتات جاي من النباتات استوردناه أو جبناه من النبات طيب طيب في المقابل ناخذ أنواع ثانية خلاص ناخذ مواد الآن نتعرف على مواد ثانية استوردناها أو استفدنا منها من الحيوانات طيب من الأمثلة اللي عندنا طيب من الأمثلة اللي عندنا الفرو نحن في فصل الحين شتاء جايين طيب الفرو الفرو مقبلة عن فصل شتاء الفرو اللي نلبسه خلاص أصله جاء من وين ممتازين من جلود الحيوانات فنسميه أو نستورده من الحيوان يأخذون جلود الله يكرمكم الحيوانات يسألون لعملية تنظيف يسمونها الدباغة طيب وبعدين يودون المصانع ويصدرونها لنا فإحنا نقول نستورد هالأشياء من من الحيوانات ممتازين طيب وغير الفرو رائع ممتاز عندنا ممكن نستفيد من الحيوانات زي ما شفنا قبل شوي في الغذاء نستفيد من لحوم الحيوانات من حليبها في الغذاء في عملية التغذية وأيضا قلنا أيضا قلنا أنه الأدوية ممكن تكون بعضها نباتات من النباتات وبعض الأدوية يكون مصدرها من الحيوانات فإحنا نستورد هالأشياء أو نستفيد هالأشياء من نباتات أو من حيوانات مخلوقات حية مخلوقات حية طيب مع بعض بصفحة تسعة وثبانين مع بعض بصفحة تسعة وثمانين عندنا عنوان طيب أي الأشياء نريد أن نتعرف على الأشياء مصدرها نبات وأشياء أخرى مصدرها حيوان يعني جبناها من نباتات أو جبناها من حيوانات موجودة عندنا بالبيت بالغرفة موجودة في كل مكان إما يكون مصدرها نبات أو أشياء مصدرها حيوان طيب خلونا نشوف السؤال الأول مع بعض يقول أسوي ملصقين خلاص الملصق الأول أكتب عليه نبات نحتاج فيه هذه ممكن سويها مسابقة طيب في البيت ملصق على النبات وملصق آخر حيوان وأبدأ أبحث عن في البيت الأشياء اللي مصدرها نبات أضع عليها ملصق نبات والأشياء اللي مصدرها حيوان أضع عليها ملصق الحيوان وبعدين نسميها مع بعض كلها نجمحها كلها مع بعض طيب مثال كيف الآن عندي هنا هذا باب وضعت عليه ملصق الباب مصنوع من ماذا ممتازين مصنوع من الخشب والخشب من وين نجيبه رائع نجيبه من الأشجار إذا مصدرها نبات أضع عليه ملصق نبات ملصق زي كده وأكتب عليه نبات طيب في بعض الأواني نضع تحتها بهالشكل يكون مصدرة نبات أيضا مصدرة نبات عشان يحفظ الطاولة والسفرة من الحرارة نسمي إذا مصدرة أيضا نبات ندور بالمطبخ بالغراف بالصالة مصادر أصلها نبات وأشياء مصدرها حيوان طيب عندنا أيضا فرو بطانية أصلها من وين جاء من جلود الحيوانات إذن كتبنا عليها حيوان وبهالشكل أحاول أجمع أكبر قدر ممكن في البيت عندي أشياء مصدرها نبات وأخرى أشياء مصدرها حيوانات وبعد ما أجمعها أصنفها خلاص أحط النباتات مع بعض ونحط الحيوانات مع بعض ممكن واحد يطلع بأفكار حلوة لكم نسوي مسابقة بينه وبين أخوانه بينه وبين عيال جيرانه بينه وبين عيال عامة والعيال خالة وبهالشكل نسوي مسابقة في البيت ونطلع أكبر عدد ممكن من الأشياء اللي مصدرها نبات وأشياء مصدرها حيوان طيب تعالوا بالكتاب مع بعض بصفحة تسعين بصفحة تسعين فيه بصفحة تسعين مكتوب عنوان ما الموارد الطبيعية قبل شيء كنا نقول نستورد يعني نجيب موارد طيب طبيعية يعني موجودة في الطبيعة وشي أخذنا من الوارد الطبيعية متازين تعرفنا على النباتات موارد طبيعي وعلى الحيوانات كموارد طبيعي موارد يعني نستفيد نستورد ناخذ طيب طيب عندنا الكلمات عندنا الكلمات اللي موجودة عندنا كلمتين مصطلحين الأولى يلا نقرأها مع بعض موارد ممتازين ها طبيعية رائع موارد طبيعية موجودة معنا بالطبيعة بالحياة طيب الكلمة الثانية يلا نقرأها مع بعض نحاول ها ممتازين التربة ممتازين التربة رائع إذن الكلمة الأولى موارد طبيعية الكلمة الثانية التربة طيب تعالوا نشوف الأولاد هنا هذا الرجل مع ابنه خلاص هذا الرجل مع ابنه لابسين أدوات السلامة زي ما نشوف الخوذة والنظارات وقاعدين يصنعون ممتازين إطار إذن قاعدين يصنعون إطار الإطار هذا مصنوع من ماذا ممتازين مصنوع من الخشب مصنوع من الخشب طيب الخشب من وين نجيبه رائع نجيبه من الأشجار نجيبه من أغصان الأشجار يقصون الشجرة يودونها المصنع يقطعون هناك وينظفونها ويرتبونها ويوردونها لنا نستوردها ويصدرونها لنا طيب إحنا نستوردها ونستفيد منها خشب كخشب كمادة خشب نستفيد منها في صناعة الأبواب والأثاث الكنب اللي نجلس إحنا عليه صح إنه قماش وقطن لكن فيه في داخله خشب بداخله خشب يتغطى بالقطن ويتغطى بالقماش ثم نشوفه إحنا بالشكل اللي نجلس عليه ونستريح طيب هذه من الأشياء إذن قلنا مصدرها النباتات النبات الآن مورد النبات مورد نسميه مورد لأننا استوردنا منه أخذنا منه استفدنا منه ونسميه طبيعي نسميه طبيعي لأنه موجود في الحياة معانا بشكل طبيعي إذن مورد طبيعي طيب النبات مخلوق حي ولا غير حي رائع متزين النبات مخلوق حي لذلك النباتات يوم أخذنا منها الأخشاب نسميها مورد طبيعي حي مورد طبيعي حي سميته مورد لأننا أخذنا منه وسميناه طبيعي لأنه في الطبيعة في الحياة وسميناه حي لأنه كان في الأصل مخلوق حي في النبات مورد طبيعي طبيعي حي طيب تعالوا نشوف حاجة ثانية الآن مع بعض عندنا الحرير الحرير نوع من أنواع الأقمشة طيب أكثر ما يلبسنه النساء طيب الحرير هذا خلاص وش مصدرة من وين جاء ممتازين جاء من دود نوع من أنواع الديدان نسميها دودة رائع دودة القز دودة القز طيب دودة القز الآن هذه هي اللي يطلع لنا شو فزي يطلع لنا هنا نوع من أنواع الحرير يجمعونه ويدون المصنع وهناك يسوي لنا عملية تجميع عملية تنقية وتصفية وبعدين يطلع لنا هذا الشكل خلاص أصل الآن الحرير أصله يوم جاءنا نباتي ولا حيواني تزين حيواني لأنه دودة طيب فنقول له مورد طبيعي حي مورد لأنه جاءنا من استوردنا استفدنا منه وطبيعي لأنه موجود الديدان في الطبيعة في الحياة وحي لأنه دودة القز مخلوق حي فسميه مورد طبيعي حي واضح؟ إذا نخذنا مورد طبيعي حي مثل النباتات ومورد طبيعي حي مثل الحيوانات اللي هي مثل دودة القز مع بعض هذا النص وش يقول لنا وش يقول لنا هذا الكلام يقول الأشياء اللي نحصل عليها من الأرض اللي نأخذها من الأرض يعني من الطبيعة ونستخدمها تسمى مورد طبيعي الأشياء اللي موجودة في الحياة وفي الأرض نسميها مورد طبيعي نسميها مورد طبيعي مورد لأننا استوردناها استفدنا منها أخذناها وطبيعي لأنها موجودة في الحياة معنا نحن نستخدم في حياتنا مورد حية مثل الحيوانات والنباتات طيب ونستخدم مورد غير حية هذه إن شاء الله بنأخذها الحصة القادمة منها الصخور الصخور موجودة نسميها مورد طبيعي لكنه ممتاز رائع غير حي مثل الصخور والتربة والماء والهواء نستفيد إحنا من الهواء الهواء مورد وطبيعي لأنه موجود في الطبيعة وغير حي لأنه مخلوق غير حي أو شيء غير حي الله سبحانه وتعالى أوجده معنا في الحياة فإحنا نستفيد من هذا طيب نروح مع بعض نروح مع بعض بالصفحة اللي بعدها بصفحة واحد وتسعين بصفحة واحد وتسعين خلونا نشوف هذه الصورة هذا الرجل يشتغل في نسج الصوف طيب يشتغل في نسج الصوف يصنع الفرو ويصنع الأشياء هذه من وين يجيب الفرو والجلود من وين يجيبها ممتازين يجيبها من بعض الحيوانات مثل الأغنام يأخذون جلود الأغنام ويسوون له عملية تنظيف ودباغة طيب إذن هنا الآن الخروف أسميه إيش مورد ممتازين ها طبيعي حي ممتاز أسميه مورد طبيعي حي مورد اللي نستوردنا واستفدنا منه موجود في الطبيعة ومخلوق حي مخلوق حي ممكن نسوي منه بطنيات ممكن نسوي منه الملابس الشتوية اللي نلبسها ممتازين ها رائع رائع محسنتم واستخداماته كثيرة طيب تعالوا نشوف مع بعض نشوف مع بعض هذه الصورة هنا بالصورة وش في ممتازين أحجار الأحجار من وين أجيبها موجودة معانا في الطبيعة في الحياة ممتازين إذن مورد طبيعي حي ولا غير حي أحسنتم غير حي مورد طبيعي غير حي طيب شاستفيد من الأحجار هذه رائع نبني فيها البيوت نزين فيها بعض الأماكن نسوي فيها الأرصفة والطرق مثل عندنا هذا الشكل هذا المنزل طيب مبني من الأحجار مبني من الأحجار الأحجار الآن أسميها مورد طبيعي ممتازين غير حي مورد طبيعي غير حي كل هذه الأشكال استخدمنا فيها الحجارة والتربة والطين مع الماء شوفوا هنا بالطرق هذا الطريق الممر يستخدمون فيه الأحجار عشان يكون عملية سهلة أن الواحد يمر منها أيضاً البيت بنوا من أحجار وغطوه بالطين وغطوه بالطين وكلها الطين والماء والتراب والصخور نسميها موارد طبيعية غير حية هذه الأشياء خلاص؟ تعرفنا مع بعض في هذه الحصة تعرفنا مع بعض في هذه الحصة على الموارد الطبيعية الحية والموارد الطبيعية الغير حية تعالوا نشوف السؤال هذا ما يقول السؤال ما الموارد الطبيعية التي نستخدمها؟ قلنا في الحصة أن عندنا موارد طبيعي حي مثل الحيوانات طيب أشياء نبي نسمي أشياء استخدمناها من الحيوانات استفدنا فيها من الحيوانات ممتازين مثل بعض أنواع الأغذية أيضا رائع بعض أنواع الأدوية كل هذه مصدرها حيواني نسميه مورد طبيعي حي أيضا عندنا بعض أنواع الفر أو الدباغ الجلود ممتازين تعالوا نشوف النباتات عندنا من النباتات الأوراق أيضا عندنا بعض أنواع الأدوية وعندنا وعندنا الخشب كل هذا مصدره نبات مصدره نبات وعندنا بعض أنواع الزيوت بعض أنواع الزيوت فعندنا مواد أو أشياء نستخدمها في الحياة يكون مصدرها نبات أو يكون مصدرها حيوان إذا كان حيوان أو نبات أسميه مورد طبيعي حي وإذا كان صخور وتربة وماء والهواء فأسميه مورد طبيعي غير حي غير حي إن شاء الله الحصة القادمة نستكمل معكم صفحة 92 وصفحة 93 إلى ذلكم الوقت استودعكم الله الذي لا تضيعوا ودايعوا في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم في مادة لغتي المادة الجميلة التي تعلمنا فيها مجموعة من الحروف تعلمنا أيضا كيف نقرأ كثيرا من الكلمات في الحصص السابقة أخذنا وإياكم حرف ذكروني حرف ماذا؟ أحسنتم ونطقناه بأصواته الأ وأيضا أو وأيضا إ قرأنا وإياكم ونطقنا وإياكم هذا الحرف في المكون الخامس وأيضا أخذنا قبل ذلك المكون الرابع وآخر مكون أخذناه وإياكم في هذا الدرس المكون السادس الخاص بكتابة هذا الحرف وأيضا طلبنا منكم كتابة هذا الحرف وقبل ذلك التعرف على شكل الحرف وقلنا لكم تذكرون أنه يرتكز على السطر وأن له شكلين أحسنتم طلبنا منكم كتابة هذا الحرف في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى نبقى وإياكم في هذا الحرف قراءة كلمات قراءة هذا الحرف أيضا مشاهدة هذا الحرف في هذه الكلمات أي في هذا الدرس خاص بإنجازات وتدريبات لحرف الألف حرف أ نبقى وإياكم الآن مع التدريب الأول التدريب الأول وهو خاص بهذا الحرف شاهدوا معي ما المطلوب في التدريب الأول أرسم دائرة أرسم دائرة حول الحرف أ ثم أكتبه إذن استعدوا جهزوا أقلامكم نريد أن نضع دائرة حول الحرف حرفنا الجديد حرف ماذا؟ أحسنتم حرف أ سواء بالفتحة أو بالضمة أو بالكسرة نرسم دائرة حول الحرف ثم نكتب هذا الحرف نقرأ الكلمة الأولى اقرأوا الكلمة الأولى أحسنتم أسد أسد كيف قرأنا كيف قرأنا هذه الكلمة كيف قرأنا بهذه الطريقة حرف الأ أول الكلمة ثم س ثم حرف د مرة أخرى نقرأ الكلمة بتأني بتهجي الحروف بداية أ س د أقرأ الكلمة كما قرأتم أسد أحسنتم بارك الله فيكم أين حرفنا؟ أين حرفنا؟ أين هو؟ ضعوا دائرة على هذا الحرف شاهدوه جيداً أحسنتم مبارك الله فيكم أكتبوا هذا الحرف أسفل الكلمة في الفراغ الموجود أسفل الكلمة أكتبوه أحسنتم أنا متأكد من الجميع أنه كتب هذا الحرف وبهذه الطريقة أولاً نضع دائرة على الحرف أ ثم نكتب هذا الحرف على السطر بحركة ماذا؟ بحركة الفتحة الفتحة ننطق هذا الحرف أ أول كلمة أسد أحسنتم ننتقل وإياكم إلى الكلمة الثانية شاهدوا ركزوا جيداً الحرف الأول الحرف الثاني والحرف الثالث أيضاً شاهدوا جيداً شاهدوا الحرف الأول حرف ف درسناه الحرف الثاني كيف أنطق هذا الحرف؟ شاهدوا جيداً في الكتاب معكم أو في الشاشة أمامكم الحرف الثاني كيف أنطقه؟ بأي حركة كتب أولاً؟ كتب بحركة السكون وقلنا دائماً الحرف الساكن لا أنطقه لوحده إذن كيف أنطق هذا الحرف الساكن؟ أنطقه بمساعدة الحرف الذي قبله الآن أريدكم أن تحاولوا وأن تقرأوا هذا المقطع المقطع الأول من هذه الكلمة الكلمة الثانية أحسنتم ف ف إذن الهمزة هنا بحركة السكون نطقناها بمساعدة ماذا؟ بمساعدة من؟ بمساعدة الحرف الذي قبله حرف الف ف ف إذن نكمل الكلمة فأس 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 هذا الحرف بهذه الطريقة هذا الحرف في الكلمة الثانية شاهدناه بهذه الطريقة أكتبوا هذا الحرف أسفل الكلمة الثانية كلمة ماذا؟ أحسنتم فأس 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 وأيضا أنا متأكد من الجميع أنه كتب كتب هذا الحرف وحل بهذه الطريقة أولا نضع دائرة على حرف حرفنا الجديد ثم نكتبه في الأسفل بهذه الطريقة ونضع حركة السكون أحسنتم ننتقل إلى الكلمة الثالثة أقرأوا حاولوا المقطع الأول أريدكم أن تقرأوا المقطع الأول من هذه الكلمة ماذا أقصد بالمقطع الأول؟ أي الحرف الأول والحرف الثاني أحسنتم أر أر أكمل أرض أرض إذن الكلمة أرض أرض أقرأوا الكلمة مرة أخرى أحسنتم الآن أين حرفنا؟ حرف الآ أين هو؟ ضعوا دائرة الآن ضعوا دائرة أحسنتم أكتبوا هذا الحرف أكتبوا شاهدنا الحرف في هذه الكلمة في الكلمة الثالثة بهذه الطريقة لكن بإضافة حركة ماذا؟ حركة الفتحة أكتبوا أكتبوا أسفل الكلمة الثالثة كلمة أرض أحسنتم وبارك الله فيكم الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة الحرف الأول ما هو؟ أحسنتم أ الحرف الثاني أنطقه لكن بمساعدة الحرف الأول أز ر أز أز مرة أخرى شاهدوا الكلمة لا بد أن نشاهد الكلمة من الضروري نشاهد الكلمة حتى نركز على الحركات على الحروف مرة أخرى أز أين حرفنا؟ أحسنتم في أول الكلمة ضعوا دائرة على هذا الحرف أكتبوا هذا الحرف أيضاً نكتبه بهذه الطريقة نكتبه بهذه الطريقة كما هو موجود في الكلمة الأخيرة أز رق الكلمة الأخيرة كلمة أزرق وأيضاً أنا متأكد من الجميع أنه كتب هنا أرض وضع دائرة هنا ثم كتب حرف حرفنا الجديد حرف الأ وأيضاً هنا أ في كلمة أزرق بهذه الطريقة ننتقل وإياكم إلى التدريب الثاني وهو تدريب خاص بالقراءة أقرأ الكلمات الآتية لدينا بعض الكلمات أريد منكم قراءة الكلمات أولاً أريدكم أن تقرأوا هذه الكلمات كلمة 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 أقرأوا معي الآن ركزوا معي أغلقوا الكتاب أغلقوا الكتاب اقرأوا معي هذه الكلمة ركزوا معي أحسنتم أسد أسد ركزوا في الحرف الأول الحرف الثاني أيضاً الحرف الثالث إذن جميع حروف هذه الكلمة درسناها أسد الكلمة الأخرى الكلمة الثانية الكلمة الثانية اقرأوا اقرأ بصوت مرتفع أحسنتم قراءة قراءة الحرف الأول ق ثم ر أ مرة أخرى ق ر أ أقرأ قراءة إذن هذه الكلمة كلمة قراءة أنطقوها أقرأوها مرة أخرى أحسنتم شاهدوا الكلمة حرفنا الأخير شاهدوا الحرف الأخير في هذه الكلمة أ أحسنتم قراءة شاهدوا شكله أحسنتم أحسنتم الكلمة الثالثة حرفنا الجديد مكتوب بأي حركة بحركة السكون إذن ننطقوه مع الحرف الذي قبله حرف الر بصوت مرتفع أحسنتم ر ر الآن نقرأ الكلمة كاملة رأس رأس أحسنتم اقرأوا أحسنتم بارك الله فيكم شاهدوا هذا الحرف أيضا شاهدوا شكله تبقى عندنا الكلمة الرابعة والأخيرة في هذا التدريب اقرأوا أحسنتم نقرأ سويا الحرف الأول أ الحرف الثاني الساكن إذن أد ر سو أقرأ الكلمة أدرس أدرس أقرأوا أحسنتم نشاهد هذه الكلمات على السبورة على الشاشة أمامكم الكلمة الأولى أقرأوا أحسنتم أسد الكلمة الثانية أحسنتم قرأة الكلمة الثالثة أحسنتم رأس الكلمة الرابعة أحسنتم أدرس أدرس أحسنتم مبارك الله فيكم ننتقل وإياكم إلى التدريب الثالث التدريب الثالث يطلب مننا التدريب الثالث أن نتحدث عن مدينة من مدن بلادي الجميلة كل واحد مننا الآن كل واحد منكم الآن يصف مدينته ماذا يشاهد في مدينته بماذا تتميز مدينتكم تكلموا الآن بماذا تتميز مدينتكم كما تحدث إبراهيم عن مدينته أحسنتم إذن تحدث إبراهيم عن مدينة جدة لأنه يعيش ويسكن في هذه المدينة أنتم أين تعيشون في أي مدينة تحدثوا عنها أحسنتم وأيضا وأيضا اسألوا عن مدن باقي مدن المملكة العربية السعودية اسألوا مثلا أقاربكم مثلا أحد أقاربكم يسكن في مدينة أخرى اسألوا عن المدينة التي يسكن فيها بماذا تتميز وأيضا في هذه الوحدة الثالثة وحدة مدينتي سنتعرف أيضا على بعض مدن المملكة العربية السعودية ننتقل وإياكم الآن إلى التدريب الرابع أريد منكم الآن أن تستعدوا وتجهزوا أقلامكم نريد أن نكتب نريد أن نكتب بداية أريدكم أن تشاهدوا معي هذا الحرف أنطقوا هذا الحرف أحسنتم لماذا قلتم إيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي في المربع الأول هنا في الفراغ الأول هنا في هذا الفراغ اكتبوا إي على السطر الأحمر أحسنتم مبارك الله فيكم الآن شاهدوا معي هذا الحرف انطقوه أحسنتم أ انطقوه شاهدوا شاهدوا جيدا الآن أطلب منكم كتابة هذا الحرف أ اكتبوا أ في الفراغ الثاني في الخانة الثانية هنا طبعا أقصد هنا نكتب هنا أ على السطر على السطر أيضا الأحمر الآن الآن هذا الشكل شاهدوا معي هذا الشكل بحركة الفتحة بحركة الفتحة أيضا بحركة الفتحة بحركة الفتحة أيضا هذا الحرف أ شاهدوا جيدا سنكتبه بعد قليل أكتبوا هذا الحرف في الفراغ الثالث هنا أحسنتم مبارك الله فيكم الآن شاهدوا معي أقرأوا أنطقوا هذا الحرف أو أو كما في كلمة أحب مثلا أو أحب إذن هنا هذا الحرف أو شاهدوا جيدا أكتبوا هذا الحرف في الخانة الأخيرة في الفراغ الأخير هنا أحسنتم مبارك الله فيكم ننتقل الآن وإياكم إلى قصة جميلة قصة وقلنا لكم إذا قرأنا نركز في القراءة ونستفيد ونستمتع ونستفيد من القصة قصتنا لهذا اليوم بعنوان الأسد والفأر الأسد والفأر شاهدوا شاهدوا هذه الصورة هنا الفأر سيساعد الأسد كيف بهذا الحيوان الصغير يساعد هذا الحيوان القوي استمعوا للقصة نستمع وإياكم للقصة ونعرف كيف تساعد تساعد هذين الحيوان الأسد وأيضا الفأر إذن عنوان درسنا الأسد والفأر الأسد والفأر والفأر هذه القصة مشاهدوها سويا سنقرأ وإياكم سويا هذه القصة هذه القصة كاملة في الصفحة الأخيرة في الصفحة الأخيرة لكن سأجزئ لكم هذه القصة مقطعين نقرأ المقطع الأول ثم نقرأ نقرأ المقطع الثاني نستعد المقطع الأول وهو خاص وهو خاص بفعل الأسد نقرأ سويا تابعوا معي سأشير بهذا اللون على الكلمات التي سأقرأها الأسد والفأر استيقظ الأسد ذات يوم غاضبا غاضبا من فأر سقط على إحدى قدميه فأمسك به الأسد وكاد أن يقتله فاعتذر منه الفأر وقال قد تحتاج إلي فتركه مرة أخرى مرة أخرى نقرأ هذا الجزء من النص هذا ليس بالنص كاملا لكن نقرأ الجزء الأول منه ونستفيد ونعرف ما به ثم ننتقل إلى الجزء الثاني مرة أخرى الأسد والفأر إذن عنوان القصة الأسد والفأر عنوان القصة الأسد والفأر ماذا حصل استيقظ الأسد ذات يوم غاضباً استيقظ ما معنى استيقظ كان نائماً أو مسترخياً استيقظ الأسد ذات يوم غاضباً غاضباً لأن فأر الفأر الصغير سقط وقع على إحدى قدميه فقام الأسد غاضباً نكمل فأمسك به الأسد وكاد أن يقتله الأسد أمسك بالفأر فكاد أن يقتله لم يقتله كاد أن يقتله فاعتذر مرة أخرى فاعتذر منه الفأر وقال إذن هنا اعتذر قال سامحني أيها الأسد أنا آسف أنا لم أقصد إذاءك فاعتذر منه الفأر وقال قد تحتاج إلي فتركه قد تحتاج إلي قد تحتاج إلى مساعدتي الأسد تركه سامحه مرة أخرى لكن نركز على الكلمات التي باللون الملونة عندنا هنا الأسد وأيضا الحرف الأحمر الأسد والفأر اقرأوا الأسد والفأر أحسنتم هنا أيضا كلمة الأسد هنا أيضا كلمة فأر شاهدوا أقرأوا هنا إحدى أقرأوا إحدى أحسنتم هنا فأمسك أقرأوا أحسنتم فأمسك شاهدوا الحرف الأحمر أيضا هنا هذه الكلمة تكررت عندنا الأسد هنا أقرأوا هذه الكلمة حرفين فقط أحسنتم أن أن هنا هذه الكلمة ألف أحسنتم الفأر الفأر هنا هذه الكلمة إلي 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 أنطقوا هذه الكلمة مرة أخرى إلي إلي أحسنتم إذن هنا الأسد غاضبا لماذا أحسنتم الفأر بسبب الفأر سقط على إحدى قدميه أمسك به أحسنتم صحيح أمسك به ماذا فعل به تركه بعد أن اعتذر الفأر الأسد تركه ماذا حدث بعد ذلك نكمل هذه القصة تابعوا معنا تابعوا معنا هذه القصة تابعوا معي هنا بعد أيام وقع الأسد في شباك صياد ماهر فزأر الأسد فزأر الأسد بكل قوته وسمعه الفأر وهبا لنجدته وخلصه وخلصه من شباك الصياد وانطلق الأسد وهو يقول وهو يقول ما أجمل التسامح والتعاون هنا في هذا المقطع أيضا استفاد الأسد لأنه لم يقتل الفأر بل سامحه لماذا استفاد هنا لأنه وقع في شباك صياد ماهر لا يستطيع أن يهرب هذا الأسد من هذه الشباك لكنه زأر زأر بصوت مرتفع سمع الفأر هذا الصوت وهب لنجدت هذا الأسد أي أسرع أسرع لمساعدة هذا الأسد لماذا لماذا ساعده لأنه سامحه سامحه في السابق ماذا فعل ماذا تعتقدون أن الفأر فعل أكيد أنه قطع هذه الشباك بأسنانه القوية ثم هرب الأسد لاحظوا في الأخير ماذا قال الأسد هنا انطلق الأسد وهو يقول تابعوا معي ما أجمل التسامح والتعاون لاحظوا في الأسد الكلمات ملونة لاحظوا الحرف الأحمر اقرأوا هذه القصة مرارا وتكرارا واطلبوا من أيضا ممن يقوم بتدريسكم بقراءة هذه القصة واستمتعوا بسماعها وأيضا بقراءتها حاولوا القراءة أحسنتم وبارك الله فيكم وشكرا لكم على حسن استماعكم وعلى أدبكم نلقاكم في حصص قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى وأنتم ونحن في خير وعلى خير نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 الصف الأول الابتدائي اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس في هذه الحصة ومع القرآن الكريم القرآن الكريم كما تعرفون أحبابي أنه كلام الله سبحانه وتعالى لذلك دائما نقول نقول لابد من الطهارة عند تلاوة القرآن الكريم عند مس المصحف لابد أن يكون الواحد مننا أن يكون طاهرا هذه من أداب تلاوة القرآن الكريم وأيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم أن يجلس الإنسان أن يجلس الواحد مننا بأدب وأيضا احترام لهذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى كلام خالقنا كلام رازقنا وأيضا أن نقول الاستعاذة وهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند البدء بقراءة القرآن الكريم وأيضا قول بسم الله الرحمن الرحيم خاصة عند بداية السورة وأيضا أن نحسن أصواتنا كل واحد منا يحسن صوته بقراءة القرآن الكريم تذكرون أحبابي الصورة الأخيرة التي أخذناها وإياكم سويا صورة ماذا؟ صورة العصر أحسنتم صورة العصر أريد منكم الآن أن تفتحوا على هذه الصورة في مصاحفكم فقط للتأكد من أنكم تعرفون أماكن أو مكان هذه الصورة افتحوا على صورة العصر أحسنتم وبرك الله فيكم أنا متأكد من الجميع أنه فتح على هذه الصفحة هذه الصفحة الموجود فيها صورة الفيل في الأسفل ثم صورة الهمزة ثم صورة العصر هنا وأيضا قلنا لكم في حصة سابقة أن صورة العصر ثلاث آيات كم آية؟ ثلاث آيات حفظنا في حصة سابقة الآية الثالثة وقبل ذلك حفظنا الآية الأولى والثانية إذن حفظنا صورة العصر كاملة الآية الأولى والثانية ثم الآية الثالثة في هذا الدرس سنعيد قراءة هذه الصورة كاملة أي من الآية الأولى حتى الآية الثالثة نستعد سويا وأيضا المستمع للقرآن يجب عليه آداب أيضا كذلك ومنها الإنصات الجيد الاستماع الجيد لآيات الله سبحانه وتعالى استعدوا سوف أقرأ سوف أقرأ هذه الصورة وأنتم استعدوا استعدوا للسماع والإنصات في هذه الحصة نراجع نراجع هذه الصورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مرة أخرى استمعوا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم وبرك الله فيكم الآن نريد أن نقرأ أنتم كذلك نريدكم أن تقرأوا معي سوف أقرأ الآية الأولى وأنتم ترددون معي الآية الأولى وكذلك الثانية وأيضا الثالثة نريد أن نثبت هذا الحفظ حفظنا سورة العصر نريد أيضا نثبت بهذه المراجعة نثبت حفظنا لهذه السورة استعدوا بداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم بارك الله فيكم نعيد مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم بارك الله فيكم نقرأ سويا نقرأ سويا لابد من قراءتكم ارفعوا أصواتكم قليلا صوت مسموع نقرأ سويا استعدوا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيضا مرة أخرى نقرأ نقرأ وإياكم هذه السورة استعدوا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم أقرأوا أنتم أقرأوا أقرأوا الصورة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر أقرأوا أحسنتم الآن استمعوا استمعوا ولاحظوا الفرق إذا كان هناك فرق أنا متأكد من أن الجميع أتقن حفظ هذه السورة بتكراره معنا بمشاركته معنا وأيضا بقراءة هذه السورة بالأمس في المنزل الآن استمعوا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم مرة أخرى استمعوا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم بارك الله فيكم نستمعوا وإياكم شاهدوا الآيات على الشاشة وأيضا نستمعوا نستمعوا وإياكم بإنصات وسأعود إليكم لنقرأ أيضا مرة أخرى هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر استمعنا لآيات سورة العصر الآيات الثلاث نريد الآن أيضا نقرأ هذه الآيات لماذا قلنا في هذا الدرس مراجعة لما حفظناه في الحصص السابقة الآن نستعد 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 سويا نقرأ وإياكم سويا هذه الصورة بداية أقرأ ثم رددوا بعدي بداية سأقرأ آيات هذه الصورة ثم رددوا بعد قراءتي أي استمعوا سأسكت قليلا عند الآية الأولى ثم تقرؤون بعدي استعدوا بسم الله الرحمن الرحيم أقرأوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم مرة أخرى مرة أخرى بنفس الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم بارك الله فيكم نقرأ سويا نقرأ سويا هذه الصورة استعدوا جيدا بعد قراءتي معكم لهذه الصورة سوف أطلب منكم مرة أخرى قراءة السورة أيضا لوحدكم الآن نقرأ سويا استعدوا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم أقرأوا أقرأوا هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم أبدأوا أحسنتم بارك الله فيكم أيضا أقرأوا مرة أخرى أحسنتم وشكرا لكم كرروا كرروا هذه الصورة كثيرا اقرأوا هذه الصورة كثيرا كما نفعل الآن اقرأوا مع من يقوم بتدريسكم في البيت اذهبوا إليه اقرأوا معه هذه الصورة كما فعلنا سويا نقرأ سويا اقرأوا أنتم عنده علموا غيركم علموا غيركم هذه الصورة أنتم حفظتم هذه الصورة إذن علموا غيركم تستفدون أنتم المراجعة وأيضا أنتم تستفدون بتعليم غيركم نعلم الغير الخير ومن أعظم الخير كلام الله سبحانه وتعالى إذا لديكم أخوان أو أخوات أصغر منكم علموهم هذه الصورة ما رأيكم مرة أخرى أن نقرأ نريد أن نقرأ هذه الصورة مرارا أكثر من مرة لا نريد فقط نحفظ الصورة ثم ننساها لذلك قلنا في هذا الدرس لابد أن نراجع سورتنا التي حفظناها سورة العصر نقرأ سويا استعدوا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أحسنتم بارك الله فيكم اقرأوا هذه الصورة الآن اقرأوا كرروا أحسنتم نريد منكم نريد أن نتأكد من حفظكم وأنا متأكد أنكم حفظتم هذه الآيات لأننا من قبل حفظنا الآية الأولى والثانية فقط ثم حفظنا الثالثة فقط لكن اليوم نراجع ما حفظناه الآية الأولى والثانية والثالثة المراجعة تكون أسهل كثيراً لماذا؟ لأننا حفظنا هذه الآيات من قبل لكن فقط المراجعة حتى لا ننسى المفروض علينا من الضروري علينا أن نراجع أن نكرر هذه الصورة يومياً كما نفعل في كما فعلنا في الصور السابقة وإذا تأكدنا من أن الجميع حفظ هذه الصورة جيداً وأيضاً راجعها جيداً ننتقل إلى صورة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى إذاً ما المطلوب علينا؟ انتهينا من هذا الدرس انتهينا من هذا الدرس ما المطلوب؟ ننسى سورة العصر مثلاً سورة الهمزة أبداً لا نرجع ونراجع تلك الصورة سورة الهمزة لماذا؟ لأننا حفظناها لا نريد أن ننساها وأيضاً سورتنا الجديدة سورة العصر لا نريد أن ننسا هذه الصورة أحسنتم وبرك الله فيكم كرروا هذه الصورة أكثر من مرة بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب لا تأخذ منكم وقتاً طويلاً مجرد مراجعة تكرار شكراً لكم على حسن استماعكم وعلى حسن إنصاتكم لآيات الله سبحانه وتعالى وعلى حسن أدبكم معنا نشكركم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم جزاً لكم سقطت لكم شكراً لكم شكراً لكم الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد 10 حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد-19 أولاً اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد-19 ثانياً تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية ثالثاً الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة رابعاً جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض خامساً من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن سبعة لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادساً في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات سابعاً تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان ثامناً أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك تاسعاً الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات عاشراً جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية أخيراً اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة يرحمك الله استخدم المنديل أثناء الكحة والعطاس وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق يعني كذا بالضبط ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس أو إذا كنت تخالط شخص مريض أغسل يديك بالما والصابون 40 ثانية على الأقل ولأي السفسار كلم الصحة 9-3-7 عش بصحة فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد-19 وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات كورونا فيروس ديزيز 2019 كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا وظهرت أغلب الحالات في مدينة وهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات غسل يدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند الكحة ولطاس تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة فيروس كورونا الجديد ارتفاع في دررة الحرارة كحة ضيق في التنفس وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي ولأي استفسار كلم الصحة 937 نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد عزيزي ولي الأمر حرصاً مننا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح فحرص دوما على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه وأخيرا لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني مدرستي في بيتي حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من ستمائة ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو ال-URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madracity.sa فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي اشتركوا في القناة هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق القلاب هيا هيا يا أصحاب ما مدرستي هيا فلنتعلم هيا نقرأ درساً نسأل نفهم هيا ونلاقي 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 كل الأصحاب هيا يا أبنائي فلنتعلم يا أبنائي فلنتعلم أنصد بالأستاذ تكلم يا أبنائي فلنتعلم ننهال منك علوما شتى فلك ما علمت وفهمت هيا هيا فلنتعلم علم واجد وكفاح بالمستقبل خير سلاح هيا هيا فلنتعلم أجهزة العلم إلى الكون تنقل تدريسي وفنوني درس غدائي لكتروني درس غدائي لكتروني وأهيو أجهزة الدرسي أحفظ وقت العلم لنفسي تعليم عن بعض أجلس جلستي الصحية أفرح بالحصص العلمية هيا هيا فلنتعلم وأغوص بحورا في العلم أسقل وعي أسقل فهمي أي سؤال لا أفهم وأسأل أستاذي يعلمه وبياناتي واسمي فيها لا أنشرها لا أفشيها أبدا أبدا لا أفتيها أحفظ غيبا كلمة سري لا يعلمها أحد غيري أبدا أبدا لا أفتيها بأماني سجلت دخولي لن أنسى تزديل خروجي هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق قل لا هيا هيا يا أصحاب هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق قل لا هيا هيا يا أصحاب